حدثنا سفيان بن عوينة عن الزهري عن ابن ابي خزامة عن ابيه قال قلت يا رسول الله وقال سفيان مرة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت دواء ان تداوى به ورقا استرقي بها وتقنى تقيها اترد من قدر الله تبارك وتعالى شيئا قال انها من قدر الله تبارك وتعالى حدثنا علي بن عياش حدثنا بقية بن الوليد عن الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن ابن ابي خزامة احد بني الحريث عن ابيه انه اترسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت دواء ان تداوى به ورقا استرقي بها وتقنى تقيها هل ترد ذلك من قدر الله شيئا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من قدر الله تبارك وتعالى حسنا هارون حدثنا ابن وابن قال اخبراني عمرون عن ابن شيهاب ان ابن ابي خزامة احد بني الحارث ابن سعدي ابن هذيمين حدثه ان اباه حدثه انه قال يا رسول الله ارأيت دواء ان تداوى به ورقا استرقيها وتقنى تقيه هل ترد ذلك من قدر الله تبارك وتعالى من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من قدر الله عز وجل حدثنا حسين بن محمد ويحيى ابن ابي بكير عن سوفيان بن عوينة عن الزهري عن ابن ابي خزامة عن ابيه قال ابي وهو الصواب كذا قال الزبيدي ويغلق